إذاعة سلطنة عمان تفسير القرآن الكريم لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليم المفتي العام للسلطنة تنفيذ مالك بن زاهر الحسد أيها الإخوة المستمعون الأكارم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقتنا لهذا اليوم سنواصل ما بدأنا من تفسير الآية مائتين وسبعين والآية مائتين وواحد وسبعين من سورة البقرة فإلى التفسير فإن الله يعلم لا ريب أن الكل يدرك بأن الله تعالى عليم بكل شيء عليم بما يقع من الإنسان وبما يقع عليه عليم بسر الإنسان وجهره بظاهره وباطنه لا يقفى على الله تبارك وتعالى شيء في الأرض ولا في السماء ولكن أريد به هنا التكنية عن كونه سبحانه وتعالى مجاز كل من فعل شيئا من ذلك بحسب كيفية الفعل الذي فعله وموافقته للشرع أو أدم موافقته للشرع ومن حيث انطواء فاعله على الإخلاص أو ضده فإن الله تبارك وتعالى هو الذي يجزي هؤلاء وهؤلاء يجزي المحسنين والمسيئين جميعا فما كان من نفقة أو نذر طبق الشريعة الإسلامية الغراء وطبق أمر الله واستجابة لداع الله مع كلوس النية لله سبحانه وتعالى فذلك قربان إلى الله والله يجزي به الجزاء الحسن وما كان بخلاف ذلك وما كان بخلاف ذلك فإنه أيضا يكون جزاؤه على نحوه فإن كان مخالفا لشرعة الله أو كان مما ابتغي به غير وجه الله سبحانه وتعالى فالله يجزي صاحبه وذكر الألم هنا لأن العليم القادر لا يحجزه أي شيء عن مجازات من فعل خيرا أو فعل شرا فمن كان عليما يتقرب أحد إليه وهو قادر على مجازاته فلا ريب أنه يجازه وكذلك من كان عليما بفعل سوء وهو قادر على مجازاته فإن ذلك يقتضي أيضا مجازاته ففي الآية وعد ووعد وعد للمحسنين ووعيد للمسيئين وذلك مما ينطغي عليه قوله سبحانه فإن الله يعلمه وقد ذكر الله سبحانه وتعالى هنا النفقة والنذر ذكر أمرين اثنين ولكن عندما ما عاد الضمير كان الضمير مفردا كان ضمير إفراد ولم يكن ضمير تثنيه لم يقل فإن الله يعلمهما وهذا الذي دع بعض المفسرين إلى القول بأن هنا تقليرا ما أنفقتم من نفقة فإن الله يعلمه وما نذرتم من نذر فإن الله يعلمه واكتفيا واكتفيا للثاني عن الأول لأجل الدلالة عليه فالجملة الثانية دالة الجملة اليوابية الثانية دالة على الجملة اليوابية الأولى على هذا الرأس ومنهم من قال بأن هذا كونه المتقدم أو المتأخر وعند الاختلاف في التذكير والتأنيس يؤثر تارة المتقدم لكونه أسبق فيعود الضمير إليه كما في قول الله تبارك وتعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوة فبوا إليها حيث أيد الضمير إلى التجارة بسبب تقدمها ولم يعد إلى اللهم وقد يعاد الضمير إلى المتأخر لكونه أقرب والضمير في العادة يعود إلى أقرب المذكور وذلك كما في قول الله تبارك وتعالى ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئة فقد أعيد الضمير إلى الإثم ولم يعد إلى القطية وقال أبو حيان بسبب ذلك تؤول تؤول رد الضمير ضمير تثنية إلى المتعاطفين بأو في قول الله تبارك وتعالى إن يكن غنياً أو فقيراً فالله أولى بهما والشوكان قال بناء على ما سبق ذكره يمكن أن يكون الضمير مراعاً فيه كل هذه الاعتبارات فيكون تارةً ضمير تثنية ويكون تارةً ضمير إفراد وذلك إنما يعود إلى أدم تحديد الذي هو المقصود بالحكم من المعطوف أو المعطوف عليه عندما يكون الأطف بأو وما للظالمين من أنصار لا ريب أن الوعد والوعيد كما ذكرنا مطويان ضمن قول الله سبحانه وتعالى فإن الله يعلم ولكن بعد هذا لألا يتجاهل الناس الوعيد ولألا يشتغلوا بالوعد وحده نص على الوعيد هنا فإن أليق بفضل الله تبارك وتعالى وكرمه أن يلتفت إلى وعده وهذا قد يجعل الناس لا يلتفتون إلى جانب الوعيد فلذلك نص على الوعيد في قوله وما للظالمين من أنصار أي الذين ظلموا سواء كان هذا الظلم بمنأهم حقوق الناس التي فرضها الله تبارك وتعالى عليهم في أموالهم أو كان هذا الظلم بإيتائهم أصحاب هذه الحقوق دون ما يستحقون كأن يُعطوهم كأن يُعطوهم الرديء مع استحقاقهم الجيد أو أو أن يُعطوهم الأقل مع استحقاقهم الأكثر أو أن يُنفقوا هذه الأموال رئاء الناس من غير أن يقصدوا بها وجه الله تبارك وتعالى أو أن يُنفقوها في معصية الله فإن هؤلاء جميعاً ظلموا أنفسهم وظلموا غيرهم هم ظالمون أنفسهم لأجل تعريضهم لها إلى عقاب الله سبحانه وتعالى وهم ظالمون لغيرهم لأنهم منعوا الغير ما يستحقه مما أجره الله تبارك وتعالى على أيديه من فضل ونعمة فلذلك قال وما للظالمين من أنصار والظالمون يبع الظالم والظالم وصف منه ظلم يظلم ظلماً والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه فكل من وضع الشيء في غير موضعه فقد ظلم فعندما يمنع الإنسان حقاً من حقوق الله أو يؤطي هذا الحق من منعه الله سبحانه وتعالى من إعطائه كأن ينفق على العصاة تشجيعاً لهم على معصية الله سبحانه وتعالى أو ينفق فيه سبيل الشر تشجيعاً على ذلك فإن هذا كب له يؤد فلم وما للظالمين من أنصار والأنصار جمع نصير وهو جمع معهود فإنه يقال شريف وأشرف وشهيد وأشهد ويجوز أن يكون جمع ناصر كما يقال شاهد وأشهد ولم يقل الله سبحانه وتعالى وما للظالمين من نصير وإنما قال وما للظالمين من أنصار لأجل مقابلة الجمع بالجمع قبل الجمع الذي هو الظالمون بالجمع الذي هو الأنصار وهو يفيد أنه ليس لأحد من الظالمين أي نصير من الأنصار وما للظالمين من أنصار ثم قال سبحانه وتعالى إن تبدوا الصدقات فنعمه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير نحاول بمشيئة الله أن نتحدث بقدر ما ينتسع الوقت في تفسير هذه الآية الكريمة ونرجع ما لم يتسأ له الوقت إلى الدرس الآتي إن شاء الله بعدما ذكر الله سبحانه وتعالى أنه مهما عمل الإنسان بأن يتصدق بأن ينفق نفقة أو ينذر نذرا فإن الله تعالى عليم لذلك كيفما كان ذلك أتبع ذلك البيان هذا البيان وهو يفيد التفصيل لبعض ما أذم لهناك ولا ريب أنه عندما يلتفت الإنسان إلى الآيات السابقة يجد أيضاً لهذه الآية ارتباطاً بها ويترتبط بما تقدم من الآيات المتقدمة التي تحدثت في موضوع الإنفاق فالارتباط حاصل بين هذه الآية وتلك الآيات من حيث إن الله سبحانه وتعالى ذكر هناك أحوال الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله واللوم الآخر وذكر أن هذا الرياء محبط لأعمالهم ومثلف لثوابهم وذكر هنا سبحانه وتعالى أنه عليم بكل ما يقع من الإنسان فعندما ينفق أي نفقة فهو تعالى بها عليم وعلى علّه يتساءل متسائل بعد ما تقدم وما جاء هنا هل الإنسان عند ما تقتضي الأحوال أن تكون نفقته علانية لا يكون له ثواب على هذه النفقة لأن العلانية مظنة أرياء ولأن ما هنا من ذكر كون الله تبارك وتعالى عليما بأحوال النفقات يقتضي الإخفاء فإذا هل يلتزم المنفق في جميع أحواله كون نفقته سرية وأن لا تكون علانية الله تبارك وتعالى أجاب هنا بفضله على هذا التساؤل فقال إن تبدو الصدقات فنعلمه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم فالإبداء عندما يكون مع خلوص النية وسلامة الصدر لا يكون هذا الإبداء بحبطا للعمل بل الصدقة هي قربة إلى الله تبارك وتعالى والقربة عندما تكون خالصة إليه ولو أتى بها الإنسان ظاهرا وأتى بها على ملأ من الناس مع صفاء سريرته وعدم شوب قصده بشيء من شوائب الرياء تكون هذه القربة موضع القبول عند الله تبارك وتعالى إن تبدو الصدقات فنعلمه أي إن أبديتم الصدقات وأنفقتموها نفقة ظاهرة فنعمة إبداؤها والصدقات جمع صدقة والصدقة سميت صدقة لأن الفعل يدل على الصدق ويدل على الكمال تكابل الشيء يعبر عنه بالصدق يقال إن هذا البناء صادق في المتانة أو هو صدق المتانة بمعنى أنه متكامل في متانته ويقال أيضا في المحارب لأنه صادق في طعانه عندما يوفي الطعان حقه ويقال في الشيء الطويل هو صادق في الطول وعلى أي حال فالصدقة إذن فيها كمال للإنسان عندما يلتفت إلى هذا المعنى لأنها تدل على استعلائه على رغباته وتحكمه في شهوة المال الجامحة بين طوايا نفسه وقد يلتفت في ذلك إلى معنى الصدق الذي هو ضد الكذب نظرا إلى أن الصدقة هي تصديق لإيمان المر فإنها من التكيف العلني وفق الإيمان الذي في طوايا نفسه لما في هذه النفس مما ذكرناه من الرغبة الجامحة في المال التي تأثر هذه النفس عندما تتكو وشأنها حتى تكون هذه الرغبة داعا أضالا وتكون سببا لارتكاب الكثير لكثير من المؤمقات فلذلك سميت الصدقة صدقة لأنها مصدقة للإيمان الذي يتحكم في هوا الإنسان ويسيطر عليه ويقوده إلى مرضات الله تبارك وتعالى وقد اختلف المفسرون في الصدقات هنا هل هذه الصدقات تشمل صدقات الفرض وصدقات النفل أو أن هذا الحكم إنما هو في صدقات النفل ولصدقات الفرض حكم آخر وهو أن صدقة الفرض الأولى بالإنسان أن يظهرها لا أن يخفيها بينما الآية الكريمة تتحدث عن الصدقات ويوازي إظهارها ولكن مع ذلك تتضمن تفضيلا لإخفائها على إظهارها فمن المفسرين من قال بأن المراد بالصدقات هنا ما يشمل صدقات الفرض وأن صدقات الفرض ينبغي للإنسان أن نخفيها ولكن إن أظهرها فلا حرج عليه في هذا الأظهار وهذا القول هو الذي ذهب إليه أبو جعفر الهرراسي المعروف بالكية الطبري صاحب كتاب أحكام القرآن وعزاه إلى الإمام الشافعي وذكر أيضا أن الآية الكريمة دليل للرأي الذي نسب إلى الإمام الشافعي أنه يسوغ للإنسان أن يتولى صدقته بنفسه وهذا الرأي يفهم أيضا من كلام ابن عطية أنه يميل إليه بعدما حصل ما حصل من الشح وكون الإنسان الذي يعطي زكاته المفروضة للفقراء يشار إليه بالبنان فإنه أيضا قد يعتريه مع أدائه للزكاة المفروضة ما يعتري من يدفع الصدقة المندوبة من الرياء فلذلك كان حقيقا بأن يخفي زكاته المفروضة كما يؤمر بأن يخفي صدقته المندوبة والجمهور من أهل الألم ذهبوا إلى أن الصدقة المفروضة الحكم فيها بخلاف ذلك فإنه يؤمر بإظهارها لتكون الشعار وليكون هذا الإظهار حافزا للناس إلى تسابقهم في بيدان مدلها ولأنها أبعد من الرياء نظرا إلى أنه أمر عام يشترك فيه الكل فحكمها كحكم الصلاة المفروضة التي يؤديها الإنسان في الجماعة ولا يحسب حسابا للرياء لأن الناس مشتركون في أداء هذه الصلاة في الجماعة وقد جاء في رواية أخرجها الإمام بن جرير الطبري في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه ذكر بأن صدقة السر في النافلة تفضل صدقة العلانية بسبعين ضعفا وأن صدقة العلانية في الفرد تفضل صدقة السر بخمسة وعشرين ضعفا وقد قال القرطبي في تفسيره بأن هذا مما لا يقال بالرأي أي مما لا يتوصل إليه بمجرد اكتهاد الإنسان فإن تحديد هذه النسب أمر يتوقف على التوقيف الشرعي وهو الذي يقتضيه كلام الإمام القطبي في هميانه وقد قال بذلك غير واحد من أئمة التفسير تبعا لما قاله القرطبي هذا وقد وردت روايات عنيدة فلل على فضل صدقة السر وأنها تطفئ غضب الرب ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صدقة السر تطفئ غضب الرب وذكر ابن العربي بأنه ليس هناك من سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفضيل صدقة السر في موضع وتفضيل صدقة الجهر في موضع آخر ولكن يستفاد تفضيل صدقة السر مما دلت عليك هذه الآية الكريمة ويستفاد ذلك من الإجمع والإجماع الذي يشير إليه ذكره ابن جريب الطبري في تفسيره فذكر أنه مما أجمع عليه أن الصدقة عندما تكون مندوبة يكون إيتاؤها سرا أفضل عند الله وعندما تكون مفروضة يكون إيتاؤها جهرة أفضل عند الله ولا يسلم لما ذهب إليه لما ذهب إليه ابن العربي من أن ذلك مما لم تثبت به رواية فإن الرواية في فضل صدقة السر ثابتة في حديث السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله وهي رواية صحيحة أخرجها الإمام الربيع والشيخاني وغيرهم من أئمة الحليف وجاء في ذكر هؤلاء السبعة أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتى على آخره قال ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه وهو كناية عن الإسرار إذ مع التقارب بين اليدين اليمين والشمال وتعاونهما في العد لو كانت الشمال واعية عاقلة لما وعد شيئا عندما تدفع اليمين هذه الصدقة ودليل على منتهى الإسرار هذا وقد ذهب الإمام محمد عبد إلى أن صدقة الفرب لا ينبغي بحال من الأحوال أن تكتب بل ينبغي عدم اكتتامها لأن في الاكتتام ما يشجع أصحاب الشحة على منع صدقاتهم بخلاف ما إذا رأوا المحسنين يدفعون صدقاتهم فإن ذلك داعي إلى التأثير عليهم إذ ذلعانة وللبيئة تأثيرا على نفس الإنسان ونظر السيد محمد رشيد رضا فيما إذا أصبح الناس أشحاء بصدقاتهم بزكواتهم لا ينفقون الزكاة المشروعة المفروضة عليهم هل يكون في هذه الحالة إيتاؤها سراً أو لا وهذا الذي ذهب إليه ابن عطية وقال بأنه في هذه الحالة يشار إلى من يدفعها بالبنان أو أن إبقاء إنفاقها على نية أفضل فأجاب بأن إبقاء إنفاقها على نية أفضل لأن في ذلك إحياء لشعار الدين ولا ينبغي أن يطمس شعار الدين فمهما يكون الإنفاق على نية أفضل ولو كان الذي ينفقها يبقى وحده منفقاً ولأن هذا مما ربما يدفع بعض الأشحاء إلى الاقتداء به في إيتاء هذه الزكاة المفروضة عليه هذا وذكر السيد رشيد رضا بأنه قد يكون إيتاء سلقات النفل علانية في بعض الحالات أفضل وذلك عندما يكون الإنسان قدوة لغيره وهذا يختلف باختلاف الأحوال فمن الناس من يقتلى به ومنهم من لا يقتلى به ومنهم من تقتلي به القلة ومنهم من يقتلي به الجم الغفير من الناس وهذه المسألة تحتاج إلى شيء من التوسع فيها فلذلك نؤخر الحديثة فيما يتعلق بها إلى الدرس الآتي إن شاء الله نظراً إلى ضيق الوقت ونسأل الله ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياكم سواء السبيل وأن يكلأنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه على كل شيء قدير وبالإجابة الجدير نعم المولى ونعم النصير وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب الأزة عما يسكون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالم مستمعي لاعزاء كنا مع تفسير الآية مئتين وسبعين من سورة البقرة وأما ما تبقى من تفسير الآية مئتين وواحد وسبعين من سورة البقرة فسنواصله في حلقتنا القادمة بإذن الله تعالى السلام عليكم رحمة الله وبركاته كنتم مع تفسير القرآن الكريم تفسير القرآن الكريم لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليل المفتي العام للسلطنة تنفيذ مالك بن زاهر الحسن